وصل الصفحة كده يقوم قراءها مرة واحدة وتستجل في الزاكرة كما هي صحيح بنفس الألوان بنفس الكيفية أنا بقالي كم شهر أعب بقالي كم شهر ببحث عن الطريقة ده وأدرس في الإمام الشافع وأشوف كم بعمل إيه لغيت ما الحمد لله رب ندها لي وعرفت إيه الزيتة تعفز الصفحة وتطبعها في الدماغ زماء في الزاكرة كما هي برضو فلو واحد عايز جربتها جربتها فعلا مع درس في مادة إيه في الأحياء مع صفحة معينة وطلت على طول الجارية عشان أسمعها أبويا بقولت له في نص صفحة هتلاقي كذا وهتلاقي ديبكي بلون كذا وبعدها فاصلة لأنها قدامي طب أنا عايز أقول لك حاجة ما هو أحيانا أنا يعني الواحد يذكر أنه تكرار قراءة مقرر كتاب معين والسنوية العامة البعض بيبدأ من سبع شهوء من شهر سبعة قبل الدراسة بتبدأ بشهرين بين وبينك يعني وبعدين يفضل سبعة وتمانية وتسعة وعشرة وبعدين حداشر وإحنا الوقت في أربعة فبيمال للطالب بيجيلوا ملل يعني أرى الكتاب وحافظوا عشرين مرة فهو كده كده بيحفظ صورة الكلام من كتر مروره عليه من كتر تكرار هذا أنا طبعا لا أنكر هذه الطريقة طريقة معتبرة والشاهد فيها أن الواحد يكون عنده إخلاص الله سبحانه وتعالى عشان يثبت هذا الحفظ عشان كده اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهل هذا الدعاء المفروض بيقوله كل طالب أو كل واحد بيدخل إلى لجنة الامتحان ونحن نقول الكلام ده إن شاء الله مع نهاية الحلقة لبعض التنبيهات اللي هيسمعها لنا أمين أو أنا ممكن أذكر لكم بعضها ولنا حلقات في المذاكرة وليلة الاختبار إلى ما شابه ذلك إنما هو دعاء مأسور المن قال هذا الدعاء الله عز وجل يحفظ له ما تعلمه طوال السنة ولا يتجعله هو قال إننا يعني البعض اللي بيصب في أديه اليمين أحيانا هذا وارد في أنماط الاختبارات العقيمة التي ما زلنا نعايشها في واقعنا إن امتحان مرة واحدة في السنة طب يفرض واحد عين واحد جاله مغس واحد أغمى عليه واحد راح المستشفى واحد حصل له أي مشكلة طب ده يبقى وضعه إيه ها نديله صفر يعني ولا إيه طبعا ده كلام فاضي إنما نمط التقويم الشامل ونمط التقويم اللي فيه نوع من الشمولية ونوع من الوعي اللي بيخاطب الوجدان زي ما تفضلت واللي بيخاطب العقل الإدراك واللي بيخاطب الأداء المهارة اللي هي شخصية الإنسان ككل وهذا ما نقوله لإخواننا والمشاهدين في كل مكان وللقائمين على وضع الامتحانات والاختبارات ارحموا الأبناء واتقوا الله في الأبناء الأطفال اللي في الروضة محتسين هو حفظ ولا ما حفظ واللي في الابتدائي حتى اللي في السنوية العامة لا نريد يعني أن نظر امتحانات السنوية العامة وأنها إبداع هي ليست إبداع ولا شيء هي لم تتعدى حسب كل الخبراء والمتخصصين أنها في مستوى الحفظ ما الذي حفظته وما الذي فهمته حتى مستوى الفهم له نسبة محدودة جدا وأسادة القياس والتقويم والقائمين على الاختبارات يشهدوا بذلك والطلاب الذين يمتحنوا اللي يقومون على الامتحان يشهدوا أيضا بأن الامتحانات لا تتعدى كوني أعيد حفظ حتى أنت في الكلام آيلي يعني إزاي تبقى زاكي في التعامل مع المصح يعني إزاي تبقى زاكي أنا عايز أسمعها منك دي على العموم إحنا لما منخش إن شاء الله امتحاننا آخر السنة قدامنا بنتعامل مع شخصيتين ورية الأسئلة ببقى فاة